موسيقى 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 طول وقت انتو بتحبوه جدا تحب تسمعوا كلامه بضيف عزيز بيلبي دايما فكرة انه يكون موجود معنا ويكون موجود معاكو بيقطع تذكرة بيعمل مجهود كبير اوي انه يكون موجود لكن الحقيقة انه انا شخصيا بحب جدا كلامه لانه كلامه عائل وعلم وفيه التزين سعد الرفاعي نورنا النهار يا مرحبا شكرا على كلامه المقدمة الجميلة وعلى طار المجهود لانه انتو اصحاف فضل ربنا خليك انا احمل سلام كبير لرضوة من الكويت لانه بامانة لو التلفون معاي تشوفين الرسائل والله العظيم انت جدا مقبولة ومحبوبة في بلدي واكبر ديري ان انت ايضا في بلدي انا انت عملتي لي مثلا وقناة سي بي سي وهذا برنامج هيو بس والسيدة الانيقة رضوة شربيني ربنا خليك يا سعد انتو اصحاف فضل انتو اصحاف فضل والله العظيم بنشرف بدولة الكويت وستات وبنات الكويت اللي هم حبايب قلبي وانت عارف انا بحبوهم ازاي وهم بيحبوك يا وي السيد سعد ارفعي استشاري علاقات انسانية وبالتالي حنسأله هذا السؤال الطلاق كتر للأسف الشديد الطلاق بقى سهل كلمة انت طالق زمانك بتبقى صعبة لكن دلوقتي بقى انت طالق عادي فخليني اقسم الحكاية الجزئين ايه اسباب كثرة الطلاق في الوقت الحالي تمام ادي سؤال ايوا السؤال التاني ليه الطلاق بقى سهل اسباب والسهولة تمام طبعا الطلاق مو افضل من الزواج على المودة والرحمة يعني ولكن الطلاق اللي هو اللي كلمة للأسف اللي انت قلت لها هو فعلا للأسف لانه الانسان يفضل ان يكون لشريك حياة ولكن العلاقة تبنى على المودة والرحمة الطلاق ليش يحصل يعني اذا ما اقول الزواج الصحيح مبني على المودة والرحمة فالطلاق بسبب ان شنو ما في مودة والرحمة صح في خطأ في العلاقة قبل الطلاق قبل الطلاق الانسان ممكن ان يحاول يعيش حياة صحيحة سألت عن الاسباب صح لان العرف هو السبب العرف لا يورث الناس تتوارث العرف فيأتي شخص ويتزوج الزواج التقليدي الزواج الصغلونة تسمونه اللي هو شافت ام شافت بنت خذتها الولدها لا توافق لا تكافؤ وهذا اكبر واهم سبب ممكن ان يحسن من ورها الطلاق اللي هو عدم وجود لا التوافق ولا التكافؤ ولا التفاهم فيحصل الزواج التقليدي الزواج التقليدي مبني على شنو مبني على ان الشخص يتزوج وهو في عقله لا تعلم ولا شي يتزوج بناء على طريقة تعامل السابقة يتوارثونها ولكن ما يعرف أن المرأة في الوقت الحالي تختلف عن المرأة في الوقت السابق الرجل في الوقت الحالي يختلف عن الرجل في الوقت السابق وهذا للجنسين أنا ما أظلم أحد في مسألة الطلاق أيها بس في ناس بتبقى بتحب بعضها قوي وشباب أو كبار وبعدين بيتزوجوا وبعدين بتسمع بعض شهر أنهم اطلقوا رابوا ليه؟ 70% من الحالات اللي أنا تجويني متزوجين عن حب طيب يحبون بعض الله يبشرق بالخير لا لا مش الكل ليش لما ما يكون فيه ذكاء عاطفي ووعي تحصل مشاكل لأن أكثر الناس يتزوجون عن حب يتغذون على بالهم أن الحب كافي وأن وجود الحب يهدم كل شيء فتتراكم الأشياء يعني أنا مع زوجتي نحب بعض بس كافي لا أعمل شيء لا أخطط لمستقبل شيء حتى لو أخطأت أعتمد على حبك لي علشان تسامحيني حتى لو قسرت بحقك أعتمد على حبك لي علشان تعدي لي حتى لو حتى لو ما عملت أعتمد على حبك لي فأصبح الضمان موجود بإسم الحب في النهاية الحب رح يروح لأنه ما تغذى الحب ما تغذى هم لازم يغذون الحب الأفعال ولكن معتمدين خلاص دام أنا أحب هو في طرفي باله أن خاصة يعني خاصة في فك الرجل إذا المرأة حبته المرأة آخر شيء تعمل أنها تتركه ولكن لو حصل الشيء هذا تأكد أنها ما رح ترجع تعدد طوف تتغافل ولكن لما يأتي الوقت اللي تختار فيه الرحيم ما رح ترجع لأنه آخر قرار تأخذه بينما أنت تعتمد على الضمان أنه موجودة هذه حالات حقيقية تأتيني يعني أنا ما ألف ما ألف تراكمات تحدث بسبب أنه أنا أحبه طيب شنو يعمل لك يهيني يخوني ما يتنفيني ما يتعامل معي برونسية وعاطفة طيب وأنت ليش باقي أحبه أحبك برص على شنو لا لا الصج على شنو على شنو أحبه أنا لما أقول حق إنسان أنت ليش تحبه وكل الأمور هذي بعدها ليش تحبه والله أحب طيب فاهمني الحب لازم يتغذى هذه ما تغذي الحب ولما يأتيني شخصا كيد فيه شي خطأ بحياته فيه شي خطأ صح؟ لما يأتي شخص يدفع فلوس علشان ياخذ استشارة إذن هو فيه يحس أنه في شي خطأ بحياته أنت عارف معترف بما أنك أنت دفع الاستشارة أنت عارف أنه فيه خطأ بحياتك ما هو الخطأ؟ الخطأ أنه فيه شيئا تحصل مش صحيحة في العلاقة فليتزوجون عن الحب لا يضمنون أن زواجهم راح يستمر لأن أكثر الناس الممكن ينفصلون ومتزوجين عن الحب إذا ما غذوا هذا الحب لازم يغذونه لازم يستمرون في التغذية بس للناس لا ممكن واحد يعطي كل ما عنده ويفغد الشغف الذكي علشان يكون لكل شيء فيه قيمة قللة عشان يكون لكل شيء جمال قللة لا تزعل على أي شيء عشان يكون يزعل القيمة لا تكون حاضر كل شوي علشان ما يملون منك التغذية أنك أنت تعطي توازن للعلاقة وفي المساحة التي تكلمنا فيها حلقة الأربع مساحات هذا تخلي العلاقة تكمل أما الزواج التقليدي وهذا أنا أقول من الأسباب الأساسية كذلك في الطلاق وأنا أقولها بضمير مرتاح ممكن ناس ما تقولها ولكن أنا أقولها مش اختراع مني أنا أقولها كجرأة أن أكثر المتزوجين والمتزوجات عندهم علاقات خارجية الزواج التقليدي الإجبار الآائلة يما يجبس أيها سعد بس لتا كده طالها تقول أن الزواج التقليدي يؤدي إلى الطلاق والزواج عن حب لو ما تغذاش يؤدي إلى الطلاق يعني كده الزواج حيؤدي إلى الطلاق إذن شنو واجه التشابه بينهم إقويز لا وجه التشابه المعاملة وجه التشابه بين الانفصال الزواج التقليدي أو الزواج عن حب هنا معاملة داخل الزواج ما العلاقة بالحب أنا أقولها الملم الزواج ما العلاقة بالحب مش ضرورة أني أحب عشان أتزوج الزواج عبارة عن شركة معاملة لتوازن الحياة واستمرارها مبنية على المودة والرحمة لم يذكر الحب صراحة مبنية على المودة والرحمة والتعامل الآية القرآنية بس أنا هتجوز حد إزاي وأنا ما بحبوش حبوش صفوش كل يوم الصبح وأنا مبتسمة ومبسوطة وسعيدة وأنا ما بحبوش إزاي إزاي ما لا علاقة الحب كأن أنا لازم أحبه عشان أتزوجه أنت لما تتزوجين شخص كاستمراء سنة حياتي وأن الشخص أنت ما فيه أحد في حياتك ما تحبين أحد فدخل هذا الشخص رغبة في الارتباط وأنت ما فيه أحد في حياتك أنت راح تقبلين عشان الزواج تشوفين طبعا لازم تقعدين معاه وتتكلمين وياه وتفهمين وتشوفين التوافق الفكري والتكافؤ الاجتماعي والمادي وكل شيء والفكري لازم يكون فيه تكافؤ لابد فلما يكون فيه تكافؤ هذا الزوج ممكن أنه يكون صالح لي وتبنى المشاعر بعد ذلك بناء على طريقة التعامل الله عز وجل ذكر أفضل طريقة أو ذكر التعامل في الزواج أرضع كلمات انتهى امساكم بمعروف أو تسريحكم بإحسان شنو التسريح بإحسان؟ يعني تسريح من دون أذى من دون أذى فيه ناس تجبر بعض على البقاء حتى تكلمت في الفيديو اللي ذكرت فيه أن أجبار الأولادهم على الزواج بكيفهم هذا يصنع منهم خوانة ويصنع منهم جبابرة ويصنع منهم ناس ضعاف ويصنع منهم ممكن ضحايا يكونون أنا شخص يأتيني رجل في علاقة مبنية على الزواج يبيتزوج الإنسان اللي في حياته فيقول أهلي مرادين 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 مشرادين أقول لها طيب لا لأن الخطابات بعض الخطابات يعني أنا أسف بعض الخطابات الدينية يعني والآن قليلة جدا لا خلينا نراف هنا انشان هم يقولي لازم نطلع فاصل فهنطلع فاصل قد كده هو ونرجع لكم من هيا وبس مثلا معنا سعد الرفاع بجسة تحفزين عليه وقد بيقول كلام حلو جدا قبل الفاصل فضل يا أستاذ سعد كمل إن شاء الله كنت أتكلم عن أن الخطابات الدينية الآن أصبحت معتدلة في السابق كانوا يقولون مثلا أن من العقوق أن تقول لي أمك وأبوك لا أي من دي حية بل لكن لا فيما يخص حياتي أقول لا أنا ما عندي مشكلة أرفض لأن هذا ما لا علاقة بالعقوق حتى لما راح رجل يقول سألت رجل دين أنا إنسان أبي أتزوجها من تسع سنوات أهل يرفضها وراح أتزوجت وأنا تزوجت أنا طلقت ما قدرت زوجت مرة أنا طلقت ما قدرت مرتين يقول إنسانة هذه أحس أن أنا ظلمتها بس قلت له ليش أنت ما تزوجت قال أبوي أمي مرضو قلت ما العلاقة الأمر يقول بعدين بعد سنوات المرأة تطلقت حصل طلق يقول راح تسألت شيخ وكان أبوي أمي ما زالوا رافضين يقول سألت شيخ كذا كذا قال ما لا معلاقة أمك أبوك بحياتك قال يعني لو تزوجتها ما في غضب ولا عقوق لأن أبوي قال لي أنا أغضب عليك قال ما العلاقة ومش مقبول منها لأن هذه حياتك لقمان في سورة لقمان أنا أتكلم ما أتكلم أخترع كلام لقمان في سورة لقمان ولقمان الحكيم إذ يوصي لا نصيح ولا أمر ولا إجابة إذ يوصي لقمان ابنه ابنه طالعي منطلق للحياة يوصي لقمان ابنه وصايا ولا تمشي في الأرض مراحل وطلق من صوتك إنا ننكر أصواتي لصوت الحمير ومس صحية ومشي انطلق في الحياة أنت الآن تحاول تقول أنه للأهالي أنه بلاش نستغل فكرة عقوق الوالدين فنقول لبنتنا أو ابننا لازم تتجوزوا فلان أو فلان لك أخي أتكلم على فلان وفلان نفسه نعم ليه الطلاق يا سعد بقى سهل ليه الانفصال بقى سهل أنا مش بكلمك بس في الطلاق أنا بكلمك كمان في الخطوبة تمام بكلمك في العلاقات اللي لسه بتبدأ الناس ما بتمسك شو في بعض يا سعد تمام ليه الناس ما بيتشو في بعض تمام صح كلام ممتاز في السابق أعطينا خنقارن في السابق كان في حياة لو سألت امرأة شو تتمنين راح تقول لك أتمنى لتتجوز ما في حياة فكان ممكن الزوج يهينها وتبقى لأن طالق كلمة طالق مطلقة تعتبر جريمة في ذلك العصر تتهان تبقى لأنها هنا ممكن يردونها بيت زوجها ما عندناش بتطلق خليكي فكانت المرأة مثلا كسطوة الرجولة قبل كانت المرأة تتحمل ضحية الآن الوضع تغير بالكامل الآن المرأة أصبح لها استقلال المرأة تغيرت حياتها المرأة حتى لو اطلقت تعمل حفلة تعمل حفلة يعني معنات أن الطلاق لم يصبح الآن أو لم يصبح جريمة فأصبحت المرأة تتفاخر بأنها تكون مطلقة ويعني في بعض المبالغات ولكن بما أن المرأة مثلا عملت حفلة معنات أنها في أنها فرحانة معنات أن الطلاق بالنسبة لها أفضل من الزواج أو البقاء مع شخص وزين معها ولكن سبب سهولة الطلاق مثل ما قلت لك هو تغير الزمن تغير الزمن لما يأتيني شخص يقول لي يقول لي أنا راح أطلق زوجتي يقول لي ليش يقول لي أنا ما تسمع كلامي إلغاء الشخصية سبب كافي للطلاق إلغاء وجود كيان شخص معاك في حياتك وشريك حياتك هو سبب كافي للطلاق لما تأتيني تقول لي الشخص هذا أنا طلبت الطلاق منه ليش لأنه شخص ملغي وجودي نهائيا أيها بس إلغاء الشخصية شيء أو سبب للطلاق يكون كافي أو لا سبب مقنع وأنا أقول هذا سبب مقنع لكن لا في ظاهرة أنه الناس ما بقتش مسكة في بعض سعد يعني يعني صح 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 ليه 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 الناس ما بقتش مسكة في بعض صح ليه راحت فين حتة آه 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 حابش برا البيت دلوقتي عشان أنا مش عايز أقول كلمة طالق فأت آه يقع الطلاق فأت بها هي مطلقة راحت فين كلمة آه بحبه مش عايز أطلق منه آه 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 الحابة آه فكرة الطلاق بقت سهلة فيه صح بقت متاحة أنت دلوقتي بتتكلم عن أسباب الطلاق أنه راجل بي بيحاول أن هو يضيع كان شخصية امرأة أنه امرأة بتعتمد عربل في حاجة أنه ده آه جرانتد أو مضمون فما بيديش لكنها بتكلم بقى سؤالي حاجة بحاجة تانية خالصة ليه الموضوع بقى سهل يعني ليه بقى اختيار الأول هو الطلاق يعني ليه أنا ما بقيتش قادرة ناهد وحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة ولما وصل خلاص جبت آخري خلاص حتطلق كم حالة ممكن يعني من الحالات هذه بتتوقعين كم حالة أصبحت طلاق فيها سهل يعني في حالات كانت طلاق فيها آخر الحلول وفي حالات كانت طلاق لا سهد حالا بنسمع دلوقتي يعني نسمع تجوزين أسبوع اللي فات أنا أي أسبوع اللي فات يوم أسبوع اللي فات في يوم في يوم طلقوا في يوم وحد يوم وحد شهر الحياة الطلاق بقى وريب قوي من تاريخ الجواز يا أستاذ الرضوة لما تقولين يوم أو أسبوع أو شهر يرجع هذا لمن؟ للشخصية ليس للزواج أي علاقة شخصية الأثنين لما يأتي شخص مش متفاهمين من البداية ما تكلموا يدخلون الزواج يعني يدخل هذا أول يوم يقول كيت 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 الزواجة ما تقبل يقول أنت طالق طيب ليش ما تكلمتوا معاهم مع بعض في شيء في القرآن احنا المسلمين ما نعمله المواثيق وأخذنا نون النسوة وأخذنا منكم ميثاقا غليظة في الزواج وين الميثاق؟ الشروط الزواج يقعد أبوي معاي ويقعد أبو العروسة وتعطي العروسة شروطها لل تقول شروطها للزوج بوجود أبوه كشاهد وأبوها هذه مواثيق وأخذنا أنتوا تأخذون المواثيق ولكن الناس ما يتكلمون ما يعطون الشيء هذا يتوارثون التعامل يعني شخص لا ويقولك على شيء مهم جدا إياكم كأزواج تشتكون لأصحابكم الزوج يروح يشتكون لأصحاب أصحابها رح ينصرونها طلقها الزوج هتروح للصاحبات لا تقديم معا لا تشكون لأصحابكم أصحابكم رح ينصرونكم من دون وعي ولا عقل لا تشتكون أقسم بالله العظيم حالات كثيرة بسبب الأصحاب أقول للناس لا تشتكون وأحضروا حكما من أهله وحكما من أهله كلمة حكم معلاتها حكم يعني في حكمة بعد مش أيضا تروحون تتكلمون لأصحابكم وخاصة في ذكرتوها قبل شوي الحملة النسوية الحملة النسوية حاليا أكثرها انتقامية وليست نظامية صحيح انتقامية وليست يبون يرجعون كل شيء عمل الرجل فيهم قبل انتقامية وليست نظامية فتدخل المرأة الزواج حتى ممكن يعني كباية مية يعني مش خدمة يعني عادي يعني كباية مية مثلا أنا لو دخلت البيت أنا ببالي أطبخ طبخ أنا كرجو أطبخ أعملها عادي وأقدمها أنا أعرف أطبخ بس لما يكون هذا تبي المرأة مني دور كامل أنه أنا أطبخ وأعمل كل شيء قاعدة لا أنا ما أعمل شيء أنا مخدامة عنده هلك حرجع تاني الكلام أنت كنت بتقول من شوي أنت شايف أنه من أهم أسباب كثرة الطلاق دلوقتي أنه الميثاق اللي ربنا سبحانه وتعالى ألا لي نعم إحنا ما بنعملوش أبدا يعملون الديانة المسيحية النصارى يعملون اللي إحنا المفروض نعمله يقف القسيس بين الزوج والزوجة ويقولوا الشروط هل تعيدوا بأن تبقى معي للأبد هل تعيدوا بأن لا تخونها شروط مواثيق لما حطوها مرة شخص سيدة سعودية وضعت عقد الزواج فيه شروطها فضحكوا عليها فه ضحكوا عليها تنمروا عليها والله هذا الدين وهذا ما أمر ربي الله الشروط تكون النسوة وأخذنا منكم ميثاقا غليظة إحنا ليش ما نعمله لأنه بناء عليه تكون العصمة للرجل ولك علي مثل الذي لي عليك ولك العصمة ولا العصمة ناخذها هبد لا العصمة ناخذها بناء على مؤفقتنا على شروط الزوجة والله هذه الحياة تكون سعيدة عبالهم أن ممكن الحياة هذه ليش الرجل يأخذ السيطرة كأن وارثها كابرا عن كابر لا حبيبي خلاص انتهى الزمن المرأة باستقلالها المادي ممكن تستغني عنك وجودك أنت قبل ما كان فيه تلفونات الآن بمقارنة واحدة تشوف مسلسلة تركي تطالعك ماكو ماكو لا نتكلم صحيح الآن المقارنة أصبحت موجودة فممكن المرأة ما تتحملك لما تشوف فيه ناس تتعامل صح وإنت غلط وفكرة وفكرة الطلاع قبل مؤذية ومهينة الآن لا الآن أنطلق منك ونضحك إذا ما تعملت معي عدل فالزمن تغير قبل الرجل ممكن يهين المرأة ويدوس عليها وتقول حاضر يا سيدي لأنها لو رجعت البيت يتردونها ولو راحت المجتمع مطلقة بايرة انتهت من الحياة عكس الرجل لو طلق ما اليوم مرة يتزوج تقول لأ أم زوجك ست ست ستها عادية طب ما يقولوش علينا نحن منتنك عليهم لو عملنا لو النهاردة متقدمني واحد وأنا عندي طلبات مش هقولش شروط يا سيدي وجيت قلت يا جماعة مش هقدر أتجوز الرجل ده إلا لو قلت طلباتي الأول توقعات واقعية الطلبات واقعية مش عايزة يخني عايزة يطبطب علي عايزة يحن علي عايزة لما مثلا نتخاني يستوعبني مرة عليه ومرة علي مش عايزة حد يهني مش عايزة حد يقل من كرامتي مش عايزة مش عايزة مش عايزة كلها طلباتها حقيقة ومشروع واقعية لكن لما أنا قاعد قدام زوجي أو الرجل أنا حتزوجه وبابا زي ما حضرتك قلت دلوقت لو سمحت أنا مش هتجوز من فضلكو إلا لما أقول طلبات أنا عايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا حق وانا كده مش بتشرط عن الراجل مش شروط مار أنت لما أقول لك ليه أنا لديك توقعاتك واقعية أكثر حالات تصيب بسبب توقعات غير واقعية لما المرأة مثلا تدخل الزواج تظن أنها تدخلت مغارة علي بابا أو حكتها فرنسو السحري بسبب أنها لما تتجوز تعمل لما تتجوز أهلها وصفوا لها الزواج على أنه هو باب الجنة فالتوقعات تكون غير واقعية فتدخل فتنصدم في الواقع لما أنا أضع الشروط الشروط اللي أنت قلتها حتى اهتمام ما أكتبها شو ما اهتمام تتكلم يعني عن أمور مفروضة وليست مطلوبة أقول لها حاسم ما تخوني ما تتزوج علي ما تهيني ما تستنقصني تشاركني حياتي ما تضربني هذه الشروط غير الأمور المادية أما الأمور الشعور هذا ما أحد يطلبه أنا قلت لك الزواج ما العلاقة بالحب لا أكون متناقض أنت تابعين تتزوجين لما يكون في الشروط موجودة ما تخوني ما تتزوج علي أمور ثابتة مشاعر تولد أخي أنا أتكلم عن أمور أساسية ما تخون ما تتزوج علي فلما حط الأساسيات دي من الأول لقدامي إما هيبل بيها ولا عاتم مرة بعدين لو أفق مرة ما أعاتم دعم عملها وافق الشروط ولك علي مثل الذي طبعا تعطينا نفس الحاج أنت تعطينا نفس الحاج فأصبحت الشروط بينكم تعطينا نفس الحاج وتقول لين ولك علي مثل الذي لي عليك هذا الحق ولك العصمة ولك العصمة أنت بنورت رضي عليك أنت نورت النهاردة أنا حختم بولك العصمة أنا عجبتني الحقيقة ولك العصمة يا فندم حدثك هتديني اللي احنا اتفعنا عليه ولك العصمة مش هتديني اللي احنا اتفقنا عليه ملكش عندي العسمة ولا حاج تصعد رفعنا ورط الدنيا كلها الله راح يتخرباتي بنا يسطر ان شاء الله مشاهدات يا عزة طبرة يا حبيب خلصت حلقتنا ان شاء الله الله يوفينا نفس وولينا العمر اشوفكم بكرة وحلقة جديدة ساعة ستة وهي وبس